بدايةً كده الفترة اللي فاتت شوفنا انتقادات حادة بتوجه للكان صهنوني على الممارسات اللي بتمارس ضد الأشقاء في غزة وشوفنا وحشية القصف وشوفنا ما يحدث سرعي عايزين نعرف الوضع في الداخل الإسرائيلي دلوقتي عامل إزاي عنوين الصحف المنشتات بتاعتهم الوضع في الشارع الإسرائيلي يعني طبعاً بعد يوم سبعة بالفعل كما أصف الدكتور محمد الوضع لم يعد كصابقي وبالفعل هناك حالة في البداية من الفوران من الغليان من الرغبة في الانتقام في التجاوز المزلة والمهانة التي تعرضت لها الدبابات والمواقع العسكرية بل وقيادة الفرقة الخاصة بغزة هذه الأمور يتم في إسرائيل محاولة تجاوزها بالتركيز على المدنيين أنا عايزة أوضح أن المدني أقل واحد فيهم معه مسدس مرخص وخمسة وخمسين طلقة يعني هذا هو المدني أنا عايزة أقول للمسكوت عنه بدأ يتكشف بأن الحفلة اللي كان بيتم المدني الإسرائيلي المدني الإسرائيلي معه مسدس وترخيص وترخيص وأيضاً خمسة وخمسين طلقة تطيح له قدرة معركة وليس الدفاع عن نفسه هو مستوطن مستوطن يعني حتى وفي النهاية هو مستوطن أو جندي في الاحتياط صحيح فبيشيل أم سكستين اللي هو رشاش متقدم أمريك فبالتالي التركيز على المدنيين هذه الرواية الإسرائيلية يجب تفندها أمام العالم فضحها الأمر الثاني أن مدير مكتب نتنياه وابتدأ يتكلم يقول الحفلة دي هي سبب المشاكل سبب الفوضى اللي احنا فيها دي الحفلة فهو فيه مسكوت عنه مش راديين يتكلموا عن الأمر الآخر أن تضح أن هذه الحفلة لها تأمين وأن التأمين ده اشتبك مع الجانب الآخر فهذه أمور قد توضح الصورة إذا ما تم التركيز عليها في البداية كان ممنوع أن الأسرة عائلاتهم تتكلم أن يعبروا على رأيهم أن يحتجوا بدأ بالتدريج كرة السلج تتضحرج وبدأت العائلات تقيم مظاهرات أمام مزارة الدفاع مما اضطر نتنياه والاستقبالهم والإنصاط إليهم لأنه ليس فيه أهداف العملية المزمع قيامها ضد غزة الإفراج عن الأسرة فبالتالي ده إزدواج المعايرة عند إسرائيل لما كان فيه جندي واحد اللي وجود جلعات شاليد تفعوا الثمن فوق الألف ألف فلسطيني لما كان فيه في الأردن محتجز من المخابرات الإسرائيلية تم الإفراج عن الشيخ أحمد ياسيد فهنا يبين أن فيه مخطط أكبر وأن فيه زريعة إسرائيل بتحاول تستخدمها لكي تمررها لنا